مرحبا بكم في قناة شهوة الحجر رشيدة اليوم نشارك معكم كيك المانضالين والكراميل المقادر يوجد بساط و تكون اكثر موجودين و دبعنا فوق اللوم الليمون المانضالين لدي ربعات البيضات بحرارة المطبخ كسع الساندة كسع الزيت كسع الحليب بارد كيسان ونصف دقيق الابيض واحد القبيصة ملحق وخمارات وفانية و بالنسبة للمون المانضالين استعملت قريبا 11 حبة كسع الساندة في المقلات و نضعه كسع الساندة في المقلات و نضعه يدوب بالأزبادة و نتبع المراحل لأنه الكراميل سوف نضعه أول شيء في الأثناء الذي نقف الليمون نحرك الكراميل مرة مرة و ننقف الليمون و ننقف الليمون نشاركه معكم في الفيديو و نضعه ما في الفيديو باش يجهد الدوائر و لا نقطعه على طول و نشاركه معكم على حسب المبتديات أو البنيات و يتعلمه او يتعلمه او يصيبه مصغر و هي طريقة سيضة سهلة نقطع الكراميل و الكيك نحن نخلط الكريك نضيف الكراميل نضيف الكراميل نحن نحرق حسب الحبيبة نحن نحرق جميع الشباب نحن نحرق أشياء دهون في الزبدة يجب أن تلصق الكراميل على الوجه في الكيك يجب أن تلصق الكراميل على الوجه في الكيك يجب أن تلصق الكرامي يجب أن تلصق الكراميل على الوجه تلصق الكرامي تلصق كراميل نستفر نسرح نخلط الكيك نحاول أن نقعده حتى الليمون حتى الليمون حتى الليمون لا يبقى الكيك نخلط الكيك كافي نكمل المول نخلط الكيك نخلط الكيك نحتاج الربعة البيضة تستطيع الكيك الذي ترينيrog هاتف نخلط الكيك عند البرودة سوف تدريح المداج نحن نستطيع السمية و تضعوا في البرودة ألتسى أنه من 3 دقائق تستطيع الحراق و البرودة الثلاثة نحن التعالى حتى فلصق لا يحصل لا تستطيع محالي تشد في الكاس لكان بارد او لا تستطيع مزيد لا تستطيع مزيد المهم هنا تستطيع كاسع الحليب بارد وتستطيع كاسع الساندة وربعات البيضات وتنخلط مزيد هنا الكيك تستطيع مميز لأن النتيجة عالية وفي نسبة وقت اليمون المانضالين انا تنسمي المانضالين لأنه لا يسمي أخرى في المناطق كل منطقة تسمي شيئا هنا تنزيد الكشاف وتنزيد الملحة بالنسبة لكيك او بالنسبة لكيك او بالنسبة للحلوية التي تكون في يوم الحلوة تنحيد تلك البسولة الطعم لأن نوخة تكون حلوة جيدة ستبقى ميزة في الكيك مختلف على الملحة يعني تجربوها تكون مهمة تبقى مختلفة تبقى مختلفة تجربوها تجربوها نزيد الكشاف ونزيد الكشاف تبقى مختلفة لكي فاقصة لكي يتحسن تنضيف الكشاف تنضيف الكشاف كيف يتحسن نخلط الكاس الأول ونخلط الكاس الثاني ونزيد الكاس النصف ودائما الخميرة تنخلها هي الأخيرة ونخلط الفران يسخن نضع الكيك ثم نشعل الفران لدى الثاني ونشعل الفران لدى الثاني والعفيع من التحت ونضح كاللعطة الوسط وننقر بها ونخلط الفران ونشعل فران يقصد ونعنى المشكل ونحص بشكل كيك سوف نخلط الخمير مع الدقيق نكمل معكم المراحل سوف نشرح لكم كيك لا نشرح في الفيديو ولكن نريد نوصل لكم فكرة هنا الكيك خفيف نضيفك لكيك لتنقلب القوام كيك خفيف نضيفك لتنظيفك نوع الفران بجوء 35 أو 40 دقيقة لان الفران امتلك الفران في برد انتظر نار كيك سوف نقوم بحضره فوق الليمون نحاول نزود الفقاعة بل اتفخ تقديم حلوك لان يوجد الكيك من بعد مطاب الكيك دينا تنقلب واحد العود وش بقي فازك تنقلبوا تنقلبوا الكيك دينا من حتى بقي سخونة يعني ما خاصناش نقلبوها وتتبرد لان الكاراميل مع تقيل دغيات يعود يجمع لنا الكيك دينا وتلصقه وخاكين ورقة الزبدة سخونة يعني عاونت با توب باش ما يتحرقوش لي ايديا وتتوات ديرو محالي المهم حالك تنهز الكيك انا ازيته بسرعة يعني ما احطا بزربت لدرجة تشتاء واحد شوية عزلية دي الكيك من الجنب ولكن را عاوت ازيته من المول حطيته يعني ما شي شي حاجه كثيرة ولكن الورق ديال الزبدة الشو باقي لاسق لان الكيك الكاراميل وصلت الجنم مع الطياب يعني شونا حطيته عير الوسط ولكن نهوتي وصلت الجنم مع الطياب يعني انا تنوريكم قاعة يعني احتمالات لبعد ديرو توراق الزبدة من الجنب ديرو المهم يعني ديروه طالع شوية علي انا هذا هو اني الشكل نهائي دي الكيك ديالنا تيجي الصراحة محمر والديد وتيجي فيما دق الكاراميل والناس اللي تعجبوهم الكيك بادل الوسط طائقة يجربوه ومرحبا بيكم في القناة متبخلوش علينا بلايك بابوني والناس اللي تشوفوا القناة ديالي اول مرة متبخلوش مشاركة ومرحبا بيكم في القناة وانتمنى هذه الفيديوهات اللي تلوح لكم تستفدوا منهم وتعجبوكم يكونوا بساط المهم هذا هو الشكل نهائي دي الكيك ديالنا ومرحبا بكم واسلامة الى اللقاء